بوم بوم سلم نفسك انت محاصر طبعا انا هو الايرون جولم الشرطي وانا اليوم موجود داخل كوكبي وجزيرتي كوكب عائلية الايرون جولم الاقوى انا طبعا اتطورت واصبحت بعيش بكوكب بدل ما اكون انا فقير وبعيش بالمدينة وبالقرية انا هلا اصبح عندي هذا الكوكب العملاق والرائع الموجود بالسماء وكمان عندي هذا المكان الاسطوري بعيش فيه كل اصدقائي وعائلتي من عائلة الايرون جولم بوم بو هاي عائلتي الاقوى موجودة هون هاي هذا الايرون جولم الطبيعي هاي هذا الايرون جولم وهذا الايرون جولم الشرطي واحنا موجودين هون حتى نساعد الناس وانا اليوم بدر احول حجمي من صغير الى كبير الى صغير وكمان عندي قدرات تانية وهي بوم 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 اطلاق الرصصات بقوتي انا الايرون جولم الاقوى بهذا العالم يلا خلص بكفي انا هلا بصراحة بده اروح بده اتكلم مع دول الفليجرات لانه هدول الفليجرات يعني بحبوا ايش يتكلموا معاي لانه انا ايرون جولم طيب يلا خلينا بسرعة انا بده اظن نازل زيكي هوا مرحبا هاي احنا منترجك يا عم حسين خلي هذا الايرون جولم يساعدنا لانه احنا بصراحة يعني مش قادرين لادولة الزومبيز ايه شو هذا الكلام انا هو الايرون جولم الشرطية وانا ما بحب الزومبيز ابدا ابدا هاي يا فتاح كيلية ايش بسوها دولة الزومبيز هدولة الزومبيز والله بوجم علينا كل يوم بوجم على المدينة والقرية تبعتنا وبحاولوا يكلونه يحاولونه الى بشر زومبيز هم اشرار كتير روح اقضى عليهم احنا منعرف انه انت هو عدو الزومبي والزومبي بخافوا منك كتير كتير اوه خلاص ولا يهمكوا انا رح اسوي هاي المهمة ورح اقضى على كل جيش الزومبي لانه هاد هي مهمة الايرون جولم يلا خلينا اظن طالع زيكي وبا بوام انا اول ايرون جولم الاقوى شوفوني ما اقواني انا بهاجم الزومبيز وبدمرهم ودائما الفلجرات بحبوني انا الان هايني معاي هذا المسدس بوم بوم حتى اطلق النار على كل الاشرار يلا خلاص اعطيني الان اجنحت الطيران تبعتي هادي خلينا اطلع من هذا المكان بوم افتح يا بواب زيكي هاي الى كل الجنود بدي ياكوا تكونوا مستعديا لانه باي لحظة ممكن يجي جيش الزومبي لهذا المكان بدي ياكوا تستعملوا هاي الاسلحة وبوم بوم ادمروهم تدمير اما انا الان بدي اروح بدي ابحث عنهم يا ترى من وين بتيجي ريحة الزومبيز خلينا ابدأ اشم هون لا لا ما في راحة زومبي طيب هون ولا هون استنوا شوية والله في ريحة ناتاني وقرف بتيجي من هادي الكوكب يعني وكمان اللون اخضر على لون الزومبيز لحظة اذا هذا المكان ممكن يكون اللي بعيشوا فيه عائلة الزومبيز بوم بو خلينا اقفز زي هيك هاينا انا قفزت عليهم بقوتي يلا خلينا اشوف والله الرايحة بتزيد كتير رايحة يعني شغلات مقرفة ولحم كمان معفين بتوقعوني خلاص بعيش الزومبيز خلينا انا اصغر حالي زي هيك وانزلوا اشوف مين اللي موجود هون وو والله شايف انا هوني الرأس زومبي انتو شايفين انا بشوفه هايوه قدامي شكله هذا المكان اللي انا الان لازم احطمه يلا خلينا اظن نازل زي هيك بيو هاي مرحبا انا اجيت علشان احطيمكو تحطيم يا جيش الزومبيز هو 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 هاي شو هذا انت يا رون قليم والله حجمك صغير انت ما رح تقدر حتى توجم علينا لانه حجمك صغير كتير نعم شو هذا الشكل هاي 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 انا اول زومبي صغير وانا اكبر منك حجمي يا غبي ضربة واحدة بكسر راسك طيب ماشي انتم فكرين انه هذا هو حجم الحقيقي ولكن ان حجم الحقيقي هو واحد اتنين بوم انا الان اكبر منكو كل ياتكو اضخام وبضربات من نيب رح احطيمكو تحطيم ايه كيفيك صار كبير هذا والله خلاص خلاص يا شباب احنا منعرف انه الارونجولم اقوى منا كلياتنا بس استنوا هاي المرة احنا عددنا اكبر يعني الارونجولم ممكن يوجم على زومبي او اتنيا ولكن احنا عددنا كبير هاي بنصحك تطلع من هذا المكان وتتفادى الشر وتترك الفيليجرات يتاكلوا منا مستحيل انا رح اقضى عليكم لانه انتو ايه الزومبيز اشرار وكل من الناس بتعرف هذا الكلام هاي يلا احمل حالك اطلع بره هذا المكان بسرعة اسمع خلاص انت كترت الكلام والان عقابك رح يكون الموت يلا احنا رح ناكلك ونحولك الى الشرطة ارونجولم زومبي حتى تساعدنا وتصير انت تاكل الناس كمان نم 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 اوخ والا اي كلمات يلا تعالوا لن موتوا كل ياتكم بوم 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 اخدلك اي يلا انت دورك بو ايه خلاص انا اسف والله انا اسف كتير كتير مارح ارجع عدد الاشي بتراجاك هاي في ناس محبوسين بالسجن تحت كمان روح حررهم بس ما متركني انا عايش ايه حاطين الناس بالاسفل كمان حاطة تخنقوهم باقي المي خلينا بسرعة انا بدي اشيل هاي المي زي هيكي حاطة انقاذ الناس والفليجرات يلا هاي زي هيك بسرعة 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 خلينا اطلع هدولا ايوه زي هيكي والله هذا المكان يعني خطير كتير كل هاته زومبيز وكل هاته شغلات شريرة يلا خلينا اطلع الان هذا الاسفنج بدي اطلع وبيدي اكمل على هذا الجيش خلينا انا بدي اطلع سلاحي يلا موتوا للأبد ايه لا خلاص اصدر الروح التاني والاخير ايه انا كمان ما بدي اموت لا 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 اخ توقف بترجكي خلصوا اسلحتك انا لسه معاي اسلحة خدلك هاي بوم بوم هاي نقضيت عليهم عيلة الزومبيز الاشرار خلاص بكفي خلينا الان اطلع من هذا المكان هاي هم اتعلموا درس كبير انهم ما يرجعوا يهجموا على القرويين لان انا رح اكون بالمرصاد ورح ادمرهم تدمير يلا خلينا هلا اظن رايح زي هيكي بدي انزل الاسفل هيي يا يا فيليجرات ويا ناس يا قرويين هايني دمرت انا الان جيش الزومبيز واو يا سلام والله انك انت اقوى بطل بالعالم الايرون جوليم يحيى الايرون جوليم الشرطي الاقوى بهذا العالم والله ما عمر شفت حداقو منكيكي دمر جيش الزومبيز بهاي السرعة نعم انا بدميرهم تدمير انا هوي الايرون جوليم الشرطي وهذه هي المهمة تبعتي يلا انا الان بدي اظن طاير زي هيكي بيو اصعد الى الاعلى افتح لي هاي البوابه والان انا بدي اروح بدي ابني المزيد من البندون حتى يعيشوا فيها القرويين لانه هذا الاشي اللي انا بتمنى وبتمنى الحياة السعيدة لكل القرويين والفيليجرات يا سلام هاينا الان قضيت على كل الزومبيز وهي حدا بدي مساعدة على طول رح يجعلها الايرون جوليم الشرطي هي 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 يلا يلا انا هي الجد قران الشريرة وانا موجودة داخل الكوكب المرعب والمخيف لاني انا اليوم بنيت هذا الكوكب وانا بنيت في اكبر سجن ما صيبين بالعالم هي يولة موجود بالاسفل هوني بس بصراحة هاد السجن مش مليان يعني ما في العدد الانا بحتاجه اوه خد لك اي موتي غبية انا بحتاجون العشرة والالاف من الاشخاص حتى اصير انا ملكة الشر اما هدولا ما بيكفل لواحدهم لازم اجمع المزيد والمزيد من الناس الطيبة خلين انا بدي احرقهم بيو زي هيكي لانا بحب آلة التعذيب يلا خلص خليني اسكر هاي البوابة المكان الان رجع جديد وما في اي حدا هون موجود الهياك العظمية وكلب الشرير اللي بطعمي عظام البشر بعد ما اقتلهم واحرقهم خلاص خلين اطلع زي هيك وي جد قراني الشريرة كل الناس بخافوا منها لانه هي اقوى شريرة بالعالم بس بصراحة انا ما عندي ناس كتير هذي طفلة الصغيرة بدها تتعلم وهذا الجد قراني لازم انا اجيب له بشر حتى يضربهم بهاي العصاية ويكسر راسهم تكسير خلاص أنا بدي أفتح الصندوق تبعي وبدي أخذ منه جناح الطيران هذا وين بدي أروح بدي أظن رايحة على كواكب تاني حتى أجيب منها البشر هذا هو الحراس تبعوني وهون السجن اللي بضع فيه أنا الأبطال الخارقين واليوم وضعت فيه هذا الولد الغبي ايه انت اعترف اعترفين عائلة الأبطال ما بدي ما بدي طيب خلاص إذن انت رح تبقى داقل هذا السجن إلى الأبد يلا أحرصوا كويسوا بسحابة حاول يغرب اقتلوا على طول هدولهم حراس الأشرار وهدولهم مركباتي أنا أحيانا بطلع على الفضاء يعني حتى أجيب قرويين الفضائيين وبتبحهم وهوني عند دبابة حتى أدمر فيها مدينة الماينيكرافت ولكن اليوم أنا ايه بصراحة وجدت هاي الكواكب وما بعرف مين اللي بيعيش فيها مين اللي ما بيعيش فيها هذا المكان مبين عليه شرير لأنه الشر بشم رائحة الناس الأشرار أما هون يا ترى والله شكله قوي إذا بروحي هناك أنا راح أموت لأنه عنده جيش كبير أفضل حل أشوف خلينا أشم والله شام ناس طيبين بهذا المكان وشكلهم مش أقوياء وما عندهم أي حراس ورح أروح رح أقدر إن أنا أتبحهم يا سلام رائع كتير والله خلينا أرقب من الأعلى زي هيك هاي شو هذا في ولد والله لون أزرق وغريب وعجيب بهذا المكان طيب إيش العقاب تبعها رح يكون أكيد بالسكينة وكمان بدي أجيب أداة جديدة وهي أداة الدريل هاي الدريل بتخذوا عقل الناس يلا خلينا أخذها زي هيك يا سلام والله هاي الأداة قوية كتير خلينا أنا بدي أجربها بوم واو شايفين كيف بتحفر الدنيا حفر خلينا أنا أنزل عليهم مرة واحدة زي هيك بيو مرحبا ايه شو هذا من وين نزلت أنت والله خوافتنا كتير بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا انت عجوز والله شو جابك لون يا عجوز أنا مش عجوز عادي أنا عجوز شريرة اسم الجدقران المرعبة واليوم جيت حتى أقضى عليكو شو تقضى علينا هذا ليش بأحلامك أنا هو كابتن أمريكا أقوى بطل بالعالم شوفيني أنا يعني هجموا علي آلاف وملايين الأشرار ناس دمروا المدينة فجروا العالم وما يدروا لي أنا وطول ما معي هذا الدريع ما في أي حدا بالعالم راح يزمني انا راح ازمك يا غبي خد لك اي مصارج فيني اي اشي انا برجع بتعالج انت خزقتين الراسي ولكن انا رجعت انا علجته ورجعت كل اشي شو هذا اي مابصير هذا الكلام انت عجوز كبيرة بالعمر لازم تكوني طيبة يعني وما تكوني شريرة متل ايك اي بنصحك انو انت بطلة شريرة انو هذا الاشي مش كويس ابدا ابدا تعالي شرك انزل معاك الاسفل ولابك العاب افضل من الشار طيب انتي خد لك ايه هين ده بحت ايه هاي ما بتموت يا غبية ايه بتضلط ترجع ايا عني صح انك انت عجوز شريره اسمعلي بما انه انت بتحب التحديات وغيره تعالي الاسفل انا عندي تحدي حلو كتير تعالي ايوه هتا تا 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 مرحبا يلا الان انا بدي ياك تغيري كل مواقع هاي الاسهم بعدين مرة تانية ترجعي وترجعيهم متل قبل اوه طيب ماشي انا بدي اسوي هاي المهم وبعدين رح اجم عليهم وراح اقضي عليك سامعه طيب يلا بالاول سوي هاي المهمة يلا رجعيلي كل الاسهم حتى تيجي على هاي الكبسة بعدين انا بدي لعبك لعبة تانية واذا انت سويتها خلاص انت بتقدر تسوي ايش بدك يا فينا اوه هذا الاشي اللي بدي ايا انا بدي اقضي عليكو يا غبياء يلا هاي سيهيكي هاي في هذا الاتجاه وهاي الى الاسفل اوه شو هذا التحدي والله ما هو حلو بالمرة خلينا اسوي هاي اوه هاي تقريبا اسهم هدوه لكلياتهم جايين بالمكان الصحيح هلا باقي هاي وهاي يلا هلا التحدي التاني بدي اياك تدخلي على قفص الاسماك هذا وتحاولي انك انت ايش تسوي انك تقضي على كل الاسماك بهذا المسدس يلا اوه طيب ماشي يلا ادخلي زي هيك خليني الان اقضي عليهم بالدريل اوه احكي لكم اياه ايه سممتني والله بتعيدوا عني راح اطلقوا لادول السماكات يلا اطلع من هذا المكان على قيد الحياة انا راح اطلع اوه بتشاهدوا لادول السماكات الشريرات تعالوا لهون يا حبيبي خلص والله الصلاح تعالي اياه يلا خلينا اقتل هاي اقتل هاي السماك لانا قلب واحد ااخ والله ما تجوه هذا التحدي ايه ايه يا سلام هيني انا الان اتخلصت من الجد قراني هي غير ايه وادول السماكات السمات موتوها بالداخل ما ادرت انه هي تتغلب عليهم لانه وادول السماكات المرعبات دمروها تدمير يا سلام انا كنت متأكدة انه هي ما راح تقدر تسوي هاي المهمة علشانيك انا اتغلبت عليها بدون اي قوة بالعقل فقط قوة بالكلام ويني دمرتها ها 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 هاي يا سلام والله دمرنا الجد قراني بدون ما نسوي اي حرب فقط يعني السماكات هدول السماكات هي اللي دمروهم واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك واتفعلوا جرس تنبيهات تكتبونا بالتعليقات ويلا ها 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 هاي